اهلا بكم في بودكاست ست سيفن خبز الحياة انا ميري دانييل ازاكي مودي ممكن تعرفنا بنفسك انا اسمي مودي انا بشتغل مهندس كمبيوتر يعني مهندس سوفتوير وكده وبغدم في كنيسة اصل دبارة في التسبيح بقى لي شوية حلوين يعني طيب احكي لي اكتر عن خدمتك ووقتك يعني هو موضوع الوقت ده مشكلة شوية انا بغدم في خدمتين وبشتغل شغل سابت وجنبه كمان شغل تاني فريلانس وبدأت برايفت بيزنس من وقت فاعتقد الوقت وزحمة الوقت مع الخدمة ومع علاقتي بربنا ومع اهلي هي دي صراعي يعني الكم سنة اللي فاته طيب وبتعمل ايه بقى بدأت بانه بركز في حاجات وغاليا بتبقى هي الحاجات اللي على الساحة يعني حاجة بتبتدي جديد حاجة فيها مشاكل حاجة عليها سبوتلايت بشكل او باخر فاركز فيها وبعدين الاقي نفسي مسحول وضايخ فيها وانسى بقيت الحاجات وبعدين ابتدي اخد بالي كده ان في حاجات بتقع وفي يعني حاجات كده بتنور احمر زي ما بيقولوا فابتدي لأ انا محتاج من الحاجة اللي كنت مسحول فيها واروح للحاجة التانية فيعني انه اركز واتسحل في حاجة وبعدين اتعلم ما تسحلش في حاجة على حساب حاجة كأني بطفي حراي يعني بجري على حاجة هنا طفيها بعدين ألاقي حريقة تانية ولعت في حتة تانية في حوالي أجري عليها فأحاول يعني اللي بتعلمه انه ما بقاش بس بطفي حراي يعني ما سيبش الحاجة لما تولع فأقرر ان انا محتاجة اتدخل عشان اطفيها طب عملت ايه بقى لما تعلمت بدأت من الاول يعني كأني احط لنفسي كده علامات على الطريق احط لنفسي اساسيات يعني حاجة من ضمن الحاجات اللي تعلمتها يمكن تبقى حاجة بسيطة جدا بس هي عملية حاول أصحى بدري مثلا ساعة أو نص ساعة حتى في يومي ده بيخلي دماغي تبتدي تفونكشن أبدر وأسرع من ما كان بيحصل فالنص ساعة دي ممكن حتى أردت فيها يحصل ايه في اليوم حاجات مهمة فحاجات أقل أهمية النص ساعة دي بيستغلها في ان انا عد معرب بنا نص ساعة أو قد بيبقى أكتر فدي كأنها بتريست كده اليوم بشكل صح كأنك انت اللي مبتدي اليوم مش اليوم هو اللي بيبتدي لك بالضبط كده حاجة تاني برضو بتبقى بسيطة أو إنه هو كمان من بالليل يعني من آخر اليوم بالليل بحاولك تب كده حتى لو تلاتة حاجات في التودولست بتاعتي مش أكتر مش خمستاشر ومش ومش واحدة يعني تلاتة أربعة وكأنك بتحط أولويات يعني لو بالضبط لو كل الحاجات تانية وقعت دول لازم يخلصوا مودي أزاي بتعرف توفق بين علاقتك بربنا وشغلك وخدمتك وقلت كمان أهلك كأني مع الوقت تعلمت كده إنه علاقتي بربنا مش بند من ضمن بنود علاقتي بربنا هي الأساس كأنه مش كلام يعني مؤمنين ولا إنه إنه ربنا موجود طول الوقت في اليوم بس أصدي كأنه حبي لربنا ينفع أشوف منه كل حاجة اللي بعملها اقتناعي بالمبادئ اللي ربنا بيقولها في الكتاب ما ينفعش أفصلها عن بقية الحاجات فبراكتك لي كده بحاول أبتدي يومي بإن أنا أقبل ربنا كأني بقول لنفسي إن دي أول حاجة ودي أهم حاجة الحاجات اللي ربنا بيديني بيأتمني عليها سواء شغل أو خدمة حتى كأني بقوله دي حاجتك دي مش حاجتي فمش هاجي في مرة أخدها وأقول دي دي الحاجة بتاعتي أنا بعرف أعملها فأنا هعملها لوحدي من غيرك كأني بحاول أفكر نفسي إنه سواء شغل أو خدمة أو حاجة هي من عنده فكأني محتاجة أسأله إنت عايزني أعملها إزاي حلو جداً طب وبقي الحاجات الخدمة والشغل بتمشي بقى بالطريقة دي يعني إنه إنت بتسأله فهو بيقول لك ولا في حاجات يعني مش المفروض تبقى زع يعني مش مفروض إنها تبقى بتسحم بقية الحاجات في حياتي يعني أنا لو هرتب الحاجات اللي بعملها فأقول مثلاً ربنا أولاً بعد كده عيلتي بعد كده ممكن ييجي شغلي بعد كده خدمتي مش دايماً الحاجات دي كل يوم بتتخانق مع بعضها بس يعني كل مرة هيحصل كلاش ما بين حاجتين هفكر نفسي الpriority فين طب وعمر الخدمة مش عمر أكيد يعني ما دم واحد بيخدم هتلاقي الخدمة في أوقت بتبقى متطلبك قوي وبتدوس على الحاجات التانية أو الشغل برضو خصوصاً أنك مهانس كمبيوتر يعني فده شغلينا بتشفط برضو فبتعمل إيه؟ أنا ما أعتقدش أن الاستنزاف في الخدمة ده علامة على العطاء والتضحية وأن دي حاجة أصلاً كويسة يعني ما أعتقدش ربنا هيبه مبسوط قوي وإحنا بنعمل خدمة وإحنا ما عندناش طاقة نعمل حاجات تانية جنبها أعتقد دي علامة على إن إحنا محتاجين نستيب باك من الخدمة يعني الخدمة كلمة حلوة وبنتبسط إن إحنا بنعملها ما أعتقدش مفروض نبقى بنعملها مستنزفين ومش قادرين وما عندناش طاقة لها لو أنا وصل لمرحلة إن الخدمة فعلاً مستنزفاني يبقى أنا محتاج أقف وقف مع نفسي وأسأل نفسي هو أنا دوري في الخدمة مظبوط ولا أنا محتاج أقل له الوقت اللي هبحطه للخدمة ده مظبوط ولا محتاج أقل له لأن ما أعتقدش دعوت ربنا لينا يبقى مستنزفين وما أعتقدش هيبقى مبسوط أو هيبقى مبسوط وأنا مدي وقتي في خدمتي واخد الوقت ده حطه في البيت فأنت بتقول إنه كأن في علامة كده علامة إنذار لو أنت حاسس أن الخدمة دي بتحرقك أو بتستنزفك أو بتاخد وقت حاجات تانية مهمة برضو في حياتك يبقى أنت بحاجة توقف وقف وطب هل عمرك حسيت أنه الخدمة بتزقك على ربنا يعني في ناس يحصل كده معيها وتقول لا أما أنا لو وقفت الخدمة ممكن على قتي بربنا تتأثر فخليني أحسن أكمل أخدم وده مخليني في جو كويس ومخليني واستنزف كويسين وبنصلي وكده لو سبت الخدمة ممكن على قتي بربنا تقع فإيه رأيك في الحكاية دي؟ يعني أعتقد اللي بيربطنا بربنا في الخدمة مش الخدمة اللي بنعملها على قد ما الجسد اللي بيبقى حاوليني فممكن آقة تأثر لو أنا فصلت نفسي عن الناس اللي بيخدم معاهم لكن الخدمة نفسها بالعكس الخدمة مكان عطاء مش مكان أخص فممكن أصحابي في الخدمة زميلي بيشجعوني مثلا نقرأ مع بعض في الكتاب نذاكر مع بعض لو إحنا بنقدم كورسز معينة فمحتاجين نذاكر فهنتشجع إن إحنا نقرب من ربنا لكن الخدمة نفسها ده مكان أنا بكون قريدي مستقبل حاجة والخدمة هو المكان اللي بدي فيها حد أو بساعد فيها حد وأنا وقف في مكان راحة مش ونقف في مكان فيه صراع جوايا ما بين وقتي وما بين المسئوليات وما بين إن أنا مفوت دلوقتي أكون موجود في الخدمة حسن ده أكيد مؤشر إن فيه حاجة غلط إحنا بنحب الخدمة بنحب نخدم بنحب نحس بالأونرشيب للكنيسة اللي إحنا فيها أو للمكان اللي إحنا فيه فبعايز أخليه أحسن حاجة بس أنا بحس أوقات بالعكس بتبقى الخدمة معطل لعلاقتي بربنا وأوقات كتير كنت باعد قدام ربنا عشان أخد حاجة للخدمة مش عشان بحب ربنا باعد قدام ربنا وبقالف الكتاب وبمنتهى الأمانة وبمنتهى يعني القوة عشان الخدمة مش عشان ربنا فأنا ما أعتقدش ربنا كان ببقى سعيد بيا في اللحظات دي بالعكس يعني المفروض تبقى العكس المفروض يبقى عندي حاجة بقى مليان وشبعان بربنا فده يفيد في خدمتي وفي علاقاتي وفي شغلي وفي كل حاجة مش إن أبقى فاضي وأقوله إملاني قبل الخدمة أو إملاني قبل قبل ما أطلع أخدم أنت قلت جملة استوقفتني شوية إنه الخدمة ممكن تبقى معطل لما تبقى الخدمة هي التركيز لما بقاش بشوف ربنا في اللي أنا بعمله أو بحاول أوصل ربنا للناس اللي أنا بخدمهم لما بقى مركز في أرقامي في الخدمة مثلا يعني لو أنا مثلا ماسك الاجتماع فإن أنا بص على الستاتيستيكس بتاعت الاجتماع الاجتماع حضوره بقى كام والناس اللي ما بقيتش موجودة كام بنقدم مثلا كورس فعدد الناس اللي موجودة في الكورس بيزيد ولا بيقل لو ده اللي أنا بصص عليه لو ده الانديكيتر لأ ممكن يبقى فيه مشكلة فإن أنا أفكر في إزاي أعمل حاجات تخلي الأرقام دي أحسن ده يقلق يعني أوكي فأنا مش مفروض إن أنا في الخدمة أفكر إزاي يخلي الأرقام أحسن تو مفروض أفكر في إيه يعني أكيد أكيد بيبقى فيه هدف للأرقام وبيبقى بتقولنا حاجة بس مش ده الهدف مش هي اللي بتحرقني هو أنا عايز الناس واللي عايز ربنا للناس أوقات بيبقى أنا عايز روحي يعني أنا أقول إن أنا عندي خدمة كويسة نجحة أو الناس يقولوا أو الناس يقولوا علي إن أنا عندي حاجة أو عندي خدمة نجحة وده اللي هيخليني تحرق في الخدمة ده اللي هيخليني بصارع عشان اخد حاجات او عشان اعمل حاجات تبسطني من نفسي او تخلي الناس مبسوطة مني ومش فارق معايا اوي رأي ربنا لان ما بركزش عليه لكن المفروض يكون ايه يعني المفروض يكون ربنا هو او الحاجة يعني احنا كل خدمة بنعملها اكيد اكيد بنحبها يعني مش بقول ان احنا ما نركزش على الخدمة ولا انه يعني لا قصدي انه يعني اسأل نفسي كل مرة انا بعمل الخدمة دي ليه انا موجود هنا ليه طب ممكن نسألك على حاجة شخصية يعني انت شخصيا اكيد كنت كان عندك تحدي ده يعني اصلاها حاجة حلوة انه العدد يبقى كبير والناس تقول للخدمة نجحة وحلوة وكتماع حلو قوي واسمك مرتبط بالموضوع انت والتيم بتاعك فكنت بتعمل ايه او بتعمل ايه يعني هو ده صراع لسه لسه بقى صرعه حتى الان بس يعني ربنا كأنه بمحبة كده وبعتاب بيكشف لي نقط كان قد ايه مبساطي لما بييجي يقول لنا برافو عليك حد يعني من بره يجي يقول لنا برافو عليك وعملتوها كويس وبحسس بالفخر كده او بقول دي خدمتي دي حاجتي انا اللي كبرتها فكأن ربنا بيقول لي يعني لا هي مش خدمتك دي حاجتي فهل انت كنت مبسوط عشان انا ظهرت وعشان خدمتك وفرقت في حياة الناس ولا انت كنت مبسوط عشان ده كريدت زاد حتى لو مش بس في عين الناس حتى لو في عينك انت حتى لو انت شايف نفسك احسن او اكفأ عشان انت عملت الخدمة فشوية شوية يعني بتخبط في حاجات تخليني افكر تاني في دوافعي وفي اولوياتي وفانا موجود في اي خدمة ليه نلم كده اللي تقال انه الاولوية هي ربنا وبعدين البيت وبعدين الشغل وبعدين خدمة صح كده مصبوط وانه ربنا طول الوقت موجود يعني مش في وقت محدد لكن هو موجود في الكرارات اليومية في كل حاجة في اليوم لما تتحط تحت ضغط انت مهم قوي انك تبتدي اليوم بدري شوية فتبقى مش مسحول لكن تبقى انت السابق وتبتدي ده بوجود ربنا معيك فييرشدك ويساعدك حط اولويات الحاجات المهمة في اليوم بتاعك عشان لو تسحلت في اليوم تبقى عارف ايه اهم حاجات مفروض تكون خلصتها والحتة بتاعت الصراع بين الخدمة والشغل والحياة والاهل ان انت ما تبقاش الهايلايت يعني ان الخدمة ما ينفعش تبقى تقل عليك بزبط ولا تبقى بتسحلك من حياتك مرسي مودي وربنا يبركك ويساعدك ودايما تبقى مركز عشان هي مش سهلة شكرا مرسي مودي مرسي بيك مرسي مودي مرسي مودي مرسي مودي مرسي مودي مرسي مودي شكرا